موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخواتي أيها المؤمنون أيها الموالون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته كلامنا عن مما ينجي من أهوال القيامة ومن الفزع الأكبر يوم القيامة هذا الفزع العظيم الإنسان يستطيع أن ينجى من هذا الفزع بأسباب وبأمور ولقد ذكرنا في المحاضرتين التي سلفتها مولانا ذكرنا مولانا بعض الأسباب التي تنجي الإنسان من أهوال القيامة من جملتها قراءة بعض السور بعض السور الخاصة في القرآن الكريم سورة يوسف في كل يوم السنهار أو ليل قراءة سورة الدخان في النوافل أو الفرائض قراءة سورة الأحقاف في كل يوم جمعان قراءة سورة العصر والعصر في النوافل كذلك توقير ذي الشيء بذكرنا مولانا الممات بين طريق مكة والمدينة أو في طريق مكة ذاهبا أو جائيا يعني آيبا أو أكو بعض القضايا من اجتنب شهوة حرام أيضا تنجي الإنسان وفي الأخير ذكرنا كظم الغيظ كظم الغيظ من الأمور التي تنجي الإنسان من أهوال يوم القيامة وتهون عليه ذلك هذه السادسة عدنا بعد أعمال من أهم الأعمال السابعة المورد السابع هذا مما ينجي الإنسان من أهوال القيامة من أهمها هذا المورد كلش مهم مولانا من أهمها من ما ينجي الإنسان من أهوال القيامة ولاية آل البيت ولاية أهل البيت ولاية محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد ولايتهم تنجي الإنسان مو بس مولانا في القيامة إنما تفيد الإنسان عند سكرة الموت لأن الإمام علي عليه السلام يحضر الإمام أمير المؤمن صلواته الله وسلامه عليه يحضر عند الميت يا حارة همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل أعرفه باسمه ويعرفني الإمام علي يحضر الإمام الحسن يحضر الإمام الحسين يحضر حضور الأئمة موجود عند سكرات الموت مولانا وعند الاحتضار والروايات في ذلك متواترة كلش كثيرة مشهورة أن أهل البيت يحضرون ويفيدون الميت ويهونون عليه سكرة الموت هاي وحدة في القبر يحضرون أهل البيت إذا أنزل الميت في قبره تدخل عليه أنوار خمسة أنوار نور من يمينه ونور من شماله ونور من الأمام ونور من الخلف ويأتي نور فوق رأسه يغطي جميع الأنوار الآن شوفت هذا اللايت شوف هذا اللايت هذا الضوء الآن هذا الضوء طلع بالشمس الضوء هذا الضوء طلع بالشمس إلا أثر بعد ما لأثر نور الشمس يغطي على نور الضوء هذا اللايت واضح مولانا أربع أنوار من حولها يقول الإمام الصادق فيدخل عليه نور كنور الشمس يغطي بقية الأنوار فيقل إلهي العبد يخاطب الله إلهي ما هذه الأنوار قال أما النور الذي على يمينك فهي صلاتك تحفظك من اليمين وأما التي على شمالك فهو صومك يحفظك من الشمال والذي من الأمام حجك والذي من الخلف جهادك قال وما هذا النور الذي غطى جميع الأنوار قال لهذا النور ولاية محمد وآل محمد ولاية علي وأولاد علي بن أبي طالب ولاية الإمام علي وين تفيدك؟ في سكرة الموت ولاية علي بن أبي طالب تفيدك وين؟ بالقبر وولاية علي بن أبي طالب تفيدك يوم القيامة ولاية علي بن أبي طالب آيات تشير على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الإمام الصادق النعيم هي ولاية جدي أمير المؤمنين ولاية علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم يومية تقرأها عشر مرات بالصلاة أنت عندك خمس فرايض ركعتين ركعتين كل صلاة مرتين تقرأ الحمد عشر مرات بالقليل تقرأ سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب هاي اثنين بسم الله الرحمن الرحيم فمن استمسك بالعروة الوثقة لن فصام لها والله سميع عليم العروة الوثقة ولاية علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم في سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم إنها لإحدى الكبر إحدى الكبر هي ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه إذن ماذا أقول عن ولاية علي بن أبي طالب والآيات في ذلك كثيرة جدا كثيرة مولانا زين مولانا الكريم أسمع ولاية علي بن أبي طالب تفيدك وتنجيك من أهوال القيامة مواني أقول القرآن يقول مواني القرآن أسمع القرآن شيء يقول القرآن يقول من جاء بالحسنتي أحفظها بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنتي فلهو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون اللي يجيب الحسنة من جاء بالحسنة الله ينطيل أمان من فزع القيامة شوف من جاء بالحسنة فلهو خير منها وهو من فزع يومئذ آمنون ما هي الحسنة ما هي الحسنة يقول العمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه الحسنة معرفة الولاية وحبنا نحن محمد وآل محمد الإمام علي بن أبي طالب يقول الحسنة هي معرفتنا ومعرفة ولايتنا زيان مولانا موجودة في كتاب بحار الأنوار صفحة نعم 350 المجلد السابق صفحة 350 أو 50 هذا الرواية اللي موجودة مولانا إذن ولاية علي بن أبي طالب صلواته الله وسلامه عليه تنجي الإنسان من أهوال القيامة ومن شدتها ومن فزعها ومن هولها أشكال صارا بالله؟ ها؟ أنتوياي سبعة صارا مع ولاية علي بن أبي طالب وولاية أهل البيت صارا سبعة نجي إلى الثامنة مما ينجي الإنسان من أهوال القيامة إغاثة ذي الحاجة إغاثة الملهوف واحد مؤمن خير عنده حاجة وحاجته بيدك تقضى تقضى بيدك إلا تقصره إياه اقضي حاجة أخيك المؤمن أغث الملهوف أعن الملهوف إذا عنده واحد هم وغم من المؤمنين فرج عنه إن كنت تستطيع هذا ماليا أو بالكلام اقتصاديا اجتماعيا أي شيء اللي كان مولانا تستطيع إغاثة يعني قضاء حوائج الناس قضاء حوائج الناس مولانا يسهل على الإنسان شنو مولانا؟ وينجي الإنسان من أهوال القيامة الإمام السجاد عليه السلام كان في الاعتكاف الإمام السجاد كان في الاعتكاف في اليوم الأول لا اليوم الثاني في اليوم الثاني إجا واحد قال لي يا ابن رسول الله أنا عندي حاجة وهذه الحاجة لا تقضى إلا بيدك ولا بد أن تأتي معي وإذا الإمام السجاد ترك الاعتكاف وخرج لي قضاء هذا الرجل لي قضاء حاجة هذا الرجل قال لي يا ابن رسول الله أنت في الاعتكاف قال قضاء حاجة المؤمن أفضل من الاعتكاف قضاء حاجة المؤمن أفضل من الاعتكاف وبالفعل الروايات الواردة في قضاء حوائج المؤمن كثيرة يعني أنا أقرأ لك رواية بس مما تنجي الإنسان من أهوال القيامة طبعا نخل أقرأ لك الرواية بعدين الرواية ثانية يقول الإمام الصادق عليه السلام الشيخ الصادق ينقل الرواية يقول من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جغده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كانت له بذلك عند الله اثنتان وسبعون رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها معيشته اثنين وسبعين تقضي حاجة المؤمن الله ينطيك ثنين وسبعين رحمة وحدة من هذا اني ينطيك بالدنيا من بين ثنين وسبعين وحدة من عدها ينطيك في الدنيا المن ينطيكها يعدل وضعك شوي ثنين وسبعين رحمة ينطيك إذا قضيت حاجة المؤمن ينطيك ثنين وسبعين رحمة وحدة منها بالدنيا ينطيكها اش قد يظلن؟ واحد وسبعين هاي الوحدة في الدنيا هذي التعدل لك معيشتك حياتك الاقتصادية الاجتماعية يصلح بها معيشتها وحده والباقية ويدخر له 71 رحمة 71 وين يطونها يطون 71 لأفزاع يوم القيامة وأهوالها الله وحده يطونك بالدنيا 71 يطونها قاطر يهونون عليك أهوال القيامة والفزع الأكبر يوم القيامة هذا قضاء حاجة المؤمن الإمام الباقر عليه السلام خوش رواء أنا عجبتني أحبت أن أذكرها لكم يقول من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك خمسة وسبعين ألف ملك بس يظللوا له ولم يرفع قدما إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها أجر حاج ومعتمر حاج ثواب حاج تمتع وحاج عمره معتمر الذي يقضي حاجة المؤمن سبعين ألف ملك أي نعم نعم بخمسة وسبعين ألف ملك يظللوه فقط يظللوه على رأسه الإمام الصادق عليه السلام يقول له قضاء حاجة مرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عدى عشر حجة قضاء حاجة المؤمن أفضل من الحاج زين إجقصار المولانا يمكن ثماني نعم ثماني إغاثة الملهوف زين بعد مولاي مما يؤثر يؤثر على النجاة ينجي الإنسان من أهوال القيام ومن أشراطها وأخوافها وهولها وفزعها المورد التاسع كل الجميلة هذه مولانا أو سهلة كلها تقدر عليها حتى الصغير هي قراءت سبع مرات سبع مرات تقرأ سبع مرات تقرأ سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر سبع مرات تقرأها وين تقرأها؟ تقرأها شوف حبيبي خلطيك معلومة جديدة المطلوب المحتاج رزق الما عنده شغل الرزق قليل ماذا يعمل؟ خلس معني إذا خرجت من بيتك إذا طلعت من بيتك سبع مرات تقرأ سورة القدر قبل لا تحكي أحد بس تطلع من بيتك سبع مرات تقرأ سورة القدر ونت بالسيارة ونت تمشي ونت بالتاكسي مولانا سبع مرات تقرأ سورة القدر الرسول الأعظم يقول إن الله يدر عليه الرزق دراً في ذلك اليوم أسموه واحد منكم يطلع مولانا سبع مرات يقرأ ويقول الشيخنا والله ما حصلت الرزق التقرأت وما حصلت الرزق مو شرطاً يكون الرزق مولانا وإحنا تمشكلنا أنا فدي يوم من الأيام ألقيت محاضرة حول الرزق أسباب الرزق وأسباب الفقر وكذا فصلتها بشكل مفصل موجودة على الأخوة يقدرون يراجعونها مولانا زين فبعض الأخوة قل لي شيخنا أنا عملت بمورد من الموارد ما صار عندي رزق الناس تصور الرزق بس فلوس كن الله ينزله بزبيل واضح مولانا يحسب الرزق أموال لا الرزق مو عندنا رزق مادي وعندنا معنوي الرزق المادي يزين الله سبحانه وتعالى يرزقك رزق مال نعم هذا رزق مرة لا يطيق ماء وجه رزق الولد الصالح رزق الزوجة الصالحة رزق شوف الحج رزق شوف مولانا هذا كله أرزاق بعد مولاي دفعوا البلاء رزق دفعوا البلاء رزق هاليوم الله كاتب لي أطيح من فوق تنكسر رجلي الله يدفع عني هذا الشر هذا شنو مولانا رزق الرزق هو مو بس فلوس زين مولانا فالبعض يحسب أنه شيخنا تقريت هيك أنا ما حصرت الرزق لا الرزق أنواع الرزق أنواع مولاي زين إذن مولاي قراءة سبع مرات سورة القدر عند الخروج تفيد الأرزاق دفع البلاء من جملتها سبع مرات قراءة القدر على القبر الله يؤجر القارئ ويؤجر الميت هم الميت إلى أجر وهم القارئ إلى أجر هم الميت الله يعطيه الأمان من الفزع يوم القيامة وهم اللي يقراها أنا أقراها على قبر جدي أنا أقراها الآن أنا عندي قبر جدي أنا كاتب على قبر جدي شيء لله أعلم الأخوة اللي يزورون قبر جدي شايفين على قبر جدي أنا كاتب اقرأه سبع مرات سورة القدر وكاتب سورة القدر اللي يحضر على قبر جدي يقرأ سبع مرات سورة القدر هم هو يأخذ أجر القارئ الله ينطيل أمام من الفزع الأكبر يوم القيامة وهم الميت يأخذ أجر سبع مرات مخلن تكروا هي أفضل بعد أضبط الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عن الإمام الرضا عليه السلام يقول الإمام الرضا من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناهم في ليلة القادر سبع مرات آمنوا الله يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم عليه ينقلها طبعا هذه من الثابتات هي هم للعامل الذي يقرأ القارئ وهم للميت الشهيد الأول الشيخ محمد مكي جزيني الشيخ محمد مكي جزيني العاملي طبعا هذا الرجل الشهيد الأول من طلاب فخر المحققين فخر المحققين ابن العلام الحلي رحمة الله عليهم جميعا ابن العلام الحلي الشهيد الأول يقول أنا لما كنت أزور القبر قبر فخر المحققين وقد سمعت منه وقد سمعت أن قل عن صاحب هذا القبر وكان على القبر الشهيد الأول كان على قبر فخر المحققين قال وقد سمعت عن صاحب هذا القبر وقد نقل هو عن والده الماجد الوالد هو العلام الحلي الله الرحمن بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام يقول الإمام الرضا من زار قبر أخيه المؤمن وقرأ عنده سورة القدر وقال اللهم جان في الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم وزدهم منك رضوانا واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس وحشتهم أنك على كل شيء قدير أمن القارئ والميت من الفزع الأكبر هم القارئ الذي يقرأ وهم الميت الله سبحانه وتعالى يعطيه الأمان من فزع يوم القيامة إذن أكو أسباب أكو أسباب تنجي الإنسان تنجي الإنسان من أهوال القيامة من فزع القيامة من هول القيامة وهذه الأسباب كما ذكرناها مولانا المرحلة الثانية من بعد القيامة المرحلة الثانية فإذا نقر في الناقور بعد ذلك ينفق في الصور وذلك الآية الكريمة في سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هذه مولانا تكون بداية بداية الخروج من القبر يسمونها نفقة النشور نفقة الرعب مرت علينا نفقة الصعيق ماتوا القيامة بدأت بعد الآن نفقة النشور يعني الخروج من القبر هذه النفقة الأخيرة الكل يقوم من قبورهم الكل يخرج من الأجداد صغيرا وكبيرا مؤمنا وكافرا صالحا وطالحا من الأخيار ومن الأشرار الكل يخرج من قبورهم وهي من أشد الساعات على الإنسان من أقوى في الساعات على الإنسان ومن أول الساعات على الإنسان ساعة خروجه من الأجداث خروجه من القبور الناس كلهم في محشر واحد وفي صعيد واحد لا أحد يكلم أحد ولا أحد يعرف أحد واحد يعرف الثاني لكن لا يستطيع أن يكلمه وأن يرتبط معه أصلا كل ينادي ونفسه كل منشغل بنفسه كل ينادي ونفسه ساعة رعب ساعة خوف إن شاء الله في الحلقة الآتية بحول الله وقوته سنذكر لكم الخروج من القبر ونذكر لكم الآيات والروايات المرتبطة بذلك وما يهون على هذا الموقف إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر